إلى القدس الشرقية حيث قتل أحد أفراد الأمن الإسرائيلي بالرصاص عند نقطة تفتيج بالقرب من الضفة الغربية بينما أصيب آخر بجروح خطيرة ووصفت الشرطة الإسرائيلية الحادثة بأنه هجوم إرهابي مضيفة أنها تبحث عن المشتبه به الذي فر من مكان الحادث وقد وقع الحادث بعد ساعات من قتل القوات الإسرائيلية مراهقين فلسطينيين حيث اندلعت اشتباكات عنيفة خلال عملية اعتقال في الضفة الغربية ويعد تصاعد العنف في المنطقة من بين الأسوأ منذ سنوات حيث أفدت تقارير بأن حوالي ثمانين فلسطينيين قتلوا هذا العام